في الستوديو بضيفنا سيد عباس محمد إبراهيم الكاتب الصحفي رحبك سيد عباس يعني إلى أي مدى جاءت جلسة مجلس الأمن وتصريحات المتحدثين بها على قدر الطموحات أو على قدر المنتظر من جانب الشعب السودان تحياتي لك وتحياتي للمشاهدين التلفزيون العربي هو ما خرجت به والجلسة هو متوقع الوضع في السودان هذا زالنا نكرره أنه فيه تجازبات غليمية فيه تجازبات دولية المجتمع الدولي ما حيقدر يطلع بغرار واضح السودانيين كانوا ينتظروا قرارات ملزمة واضحة تضغط على جنرالات الحرب في السودان ليغافها ويغاف النذيف وتجنب انزلاغ الوضع مش أقول في السودان الوضع في المنطقة بشكل كامل إلى كارثة حقيقية السودان على بعد خطوات من حرب تحدث عن توقع صدور قرارات ملزمة ما نوعيت هذه القرارات التي كنت تنتظر الحرب الدائرة في السودان الآن كل المجتمع الدولي أو كل الدول التي هي متقاضعة في مصالحها في السودان تعلم حاجة محددة أنه هذه الحرب إغافة يتم بغرارات مباشرة مراغبة الدول المحيطة في المنطقة اللي عندها علاغات بالطرفين بتاعنا النزاع تجفيف إيصال الزخائر هو الذي يوقف الحرب في السودان غير ذلك هذه الحرب ستقود السودان إلى حرب أهلية لأنه كل المقومات انقسام سياسي متوفر هناك زخيرة بتاعة خطاب جهوي وتقسيم إساني بدت تصهر وتطفع على السطح ربما تتفق مع استنرار عمليات القتال وامتدادها يعني الناس مركزة على الوضع في الخرطوم لكن الأوضاع في منطقة الجنينة وفي منطقة الفاشر والأوضاع في دالينجي ماضية إلى انزلاق حقيقي وبأشر لأنه إحنا ما بعيدين من حرب أهلية ستحصد المنطقة رغم أن مندوب السودان سيد أو سفير الحارس إدريس رفض تماما توصيف ما يحدث في السودان على أنه حرب أهلية هي ما وصلت مرحلة الحرب الأهلية بقول أن إحنا علي بعض خطوات من حرب أهلية الآن هي حرب جنرالات هذه الحرب توصيف الصحيح هي حرب جنرالات حرب الجيش السوداني ليست حرب الجيش السوداني بكل حال هذه الحرب هناك طرف مستفيد يمكن التطور الحصل اليوم هو كشف لكثير من السودانيين التوصيف الصحيح الزل توصف القوى السياسية وقوى المجتمع المدني في السودان والحريصين على السلام وعلى الانتغال في السودان وصفوا الحرب من أول يوم بأنها هي حرب مدفوعة من فنول النظام البائد قبل أقل من ساعات خرج القيادة بالمؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون تحدث وصف ثورة الشعب المجيدة في بيسمبر بأن الثورة انقلاب أن القائمين عليهم أعداء الوطن وبرضو في دلالات وطلب السودانيين بالوقوف خلف القوات المسلحة وهذا ما اعتبره البعض يعني تأكيدا لما ذهب إليه البعض من أن هذه الأحداث يتم تحريكها من جانب فلول النظام السابق كما يتم مصدر كل سوداني متابع للأحداث كل سوداني عاش في الثلاثين سنة الماضية للنظام المباد قادر يفهم من أول طلقة قادر يفهم أن هذه الحرب هي مدفوعة هي ليست حرب القوات المسلحة السودانية برضو في أمر محدد يجب أن قوات الدعم السريع لا تجد القبول التام قوة السورة في السودان كان عندها قرار واضح توصيف واضح لأن هذه الغوات يجب أن يتم دمجها داخل الجيش الواحد كل الحركات المسلحة في السودان يجب أن يتم دمجها داخل الجيش موحد يجب إصلاح القوات المسلحة السودانية عشان نقدر نفهم الشكل الحرب الآن والمحركات بتاعتها هناك داخل الجيش السوداني أو القوات المسلحة السودانية هناك ضباط شرفاء هناك ضباط مصلحتهم ويغود المعركة هذه من أجل القوات المسلحة السودانية لكن قرار الحرب بذاته داخل القوات المسلحة هو قرار التنظيم العسكري للنظام البائد ودي حاجة وضحت من شكل التفاعل على مستوى السوشال ميديا على مستوى المجموعات التي تدق في طبول الحرب منذ 12 يوم أو ما قبلها للتحشيد خروج قيادات النظام البائد لاستنفار ودعم الحرب والتهديد والوعيد والختامة اليوم اتضح وأنا كنت بتابع قبل دخولها للستيديو السوشال ميديا تحديدا في السودان بتتكلم كل المجموعات التي كانت بتقف في موقف إن هذه المعركة معركة كرامة اليوم بدوا يتحدثوا أنها مسرحية الكرامة وبدوا يديروا في صور الممثلين الفاعلين فيها والأبطال يعني إذا كان أحمد هارون أو نافع لنافع أو علي عثمان أو كل قيادات النظام الإسلامي البائد أشرت إلى مسألة موقف القوى السياسية مما يحدث يعني وإن كانت هناك اتهامات وجه تحديدا لقوى الحرية والتغيير على أنها تصطف خلف حميتي صرحت قوى سياسية أيضا بذلك ويعني محللين وصحفيين تحدثوا عن ذلك الدعم الواضح من جانب قوى الحرية والتغيير لحميتي ولقوات الدعم السريع انطلاقا من وعده بتسليم السلطة إلى المدنيين في حالة انتصاره في هذه الحرب تابعنا الاتهامات لكن هي اتهامات ممكن تكون من خصوم سياسيين أصحاب مصلحة في استمرار الحرب نسأل سؤال من هو صاحب المصلحة في استمرار الحرب ومن هو صاحب المصلحة في فناء القوتين الرئيسيتين في السودان الدعم السريع التوصيف نطاعه الصحيح الدعم السريع ده جواه تحديدا يعني هو ما مكون من القائد بتاعه جنود الدعم السريع ده يتكون من ضباط تم فصلهم من الغوات المسلحة السودانية بشكل متواصل في الثلاثين سنة الفاتد وتفصل ذاته تم يعني أنا وقت أقول ضباط ما بتكلم عن ناس وصلوا سن المعاش وتم التخلي عنه لا لا هم ضباط ممكن يكون من ردبة ملازم لحد ردبة ضابط عظيم يعني عميد وليوى تم التخلي عنهم بسبب التوجهات الايدولوجية بسبب التوجهات غير انحياز للثورة انتقلوا للدعم السريع حتى شكل المعركة في الحداشر يوم والاثناشر يوم الفاتد اذا انت بتتكلم عن انه هذه مليشي حسب التوصيف او التوصيف الحديث هذا الامر غريب للغاية لانه كان يقال دائما ان قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة السودانية حتى وان لم تكن تتلقى الاوامر منها بناء على تعديلات التي حدثت عام 2019 لكن غريب ان تكون الدولة السودانية جزء من الدولة السودانية يفصل ضباط باعتبارهم يعني لاي سبب اي ان كان السبب ثم انتقلون الى جانب اخر داخل نفس الدولة يعني ده كان ربما وضع مشوه كثيرا هو انت يعني انا بشوف العنوان اللي انتو خاطرينه السودان معركة العسكر هذه المعركة يعني على اساس انه نخطى التوصيف الصحيح لها هي معركة بتاعة واي حرب في العالم هي بتحركة الدوافع والصراعات الطبغية والصراعات الاقتصادية والطموحات السياسية للمجموعات بتاعتها داخل المعركة دي داخل القوات المسلحة زي ما ذكرت أنا في بداية الحديث بتاعي هناك ضباط بغاتل من اجل القوات المسلحة من اجل الكرامة السودانية صحيح ولكن هناك ضباط بغاتل من اجل مصالح تنظيم هو لفظ الشعب السوداني في سورة يختطفوا غرار القيادة بتاعت الجيش خرجوا بها للحرب دي جول الدعم السريع نفسه ومن شكل المعركة المستمر 11 يوم الدعم السريع الليلة حسب التقارير التي تطلع وفارد سيطرته على جزء كبير من العاصمة السودانية مستلم مؤسسات سيادية في الدولة السودانية هذه المعركة لا يغضوها جنود دي معركة واضحة أنه في عقل داخلها ونحن بنعلم تركيبة هذه الغوات هي مركبة من جنود نعم لكن الداخل المطبخة الحربي هم ضباط لهم حذاذات تجاه الغوات المسلحة حسوا بغبنوا ظلم التحقوا بالدعم السريع وهذا يصعب من المعرك داخل الدعم السريع الخلفيات التي يحملها هؤلاء الضباط والمنتمين إلى قوات الدعم السريع تجعل لهم قصومة شخصية مع القوات المسلحة وحين يجي الدور حتى عن الحرب التي يقودها قوات الدعم في النقطة دي يجي الدور بتاع القوات السياسية التي تبتدر تبعى سؤالك إنهم متهمين بالاستفاة الحرية والتغيير أو قوة الانتغال كلها هي غير مصطفى والحاية هذه تتضح في المتاعي الغادة نفسها في الفترة بتاعة ما قبل اندلاع هذه الحرب العباسية واللعينة زي ما وصفناه ووصف قائد الجيش نفسه الحرية تغيير قدمت مبادرات آخرها بالأمس والمبادرة اللي عبت فيها دور كبيرة اللي هي المبادرة الأمريكية للهدنة وعملت أبواغ وطبول الحرب وعمل القيادات المتنفذين من النظام البائد داخل القوات المسلحة على إن ما تصمد وما تستمر هذه الهدنة نحن أمام وضع مركب ومعقد لكن هذا الوضع المركب والمعقد واضح لي أنا تماما إنه الحرب بتحتاج لسند ودعم مشروعية شعبية هذه الحرب الآن إذا كانت جيش أو إذا كانت دعم السريع هم يتم تجريدهم كل يوم من هذه المشروعية هناك صوت عالي صوت واسق بدأ يزعود وسط المنادين بالحرائق هو صوت لا للحرب بيضغوضوا منظمات مجتمع مدني بيضغوضوا الشباب بيضغوضوه اللي جان المغاومة كفاعل رئيسي في العملية السياسية في السودان بيضغوضوه كل السودانيين الحريصين والقادرين يفهموا إنه الخطورة بتاعة انزلاغنا وزهابنا بالحرب إلى أيام أكثر من الاثناشر يوم الليلة خلفت لنا أسر ومواطنين سودانيين يبحثوا عن الملاذات الآمنة إذا كانت في مصر أو في جنوب السودان أو في السيوبيا أو في الغرة الخارجة للخرطوم حتى الذهبوا إلى الغرة لن يكونوا آمنين إذا استمرت هذه الحرب نعم يعني دعنا نشير إلى أن مسألة يعني خروج عدد من السجناء من السجون وتحديدا رموز نظام البشير من سجن كوبر كان من أهم الأمور التي حضيت بنقاش والتي أيضا استعالات قوات الدعم السريع لتحميل القوات المسلحة مسؤولية هذا الهروب والبعض ذهب أصلا إلى أن اشتعال هذه الأحداث كان الهدف منه أصلا تحرير هؤلاء السجناء وعودتهم مرة أخرى إلى الحياة السياسية قبل قليل يعني أو الآن أصدرت أو أصدرت القوات المسلحة السودانية بيان نشير إليه كما نراه في العواجل التي تظهر أمامنا على الشاشة يعني تقول القوات المسلحة أنها غير معنية بأي بيانات أو تصريحات تصدر من الخارجين من السجون وعلى رأسهم أحمد هارون وأنها يعني ليست مسؤولة عن هذه التصريحات أيضا تشير إلى مسألة الإشراف على السجون وأنها ليست من اختصاصات القوات المسلحة وأن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تأمين السجون فمن ثم تحميلها المسؤولية يعني هو شيء غير دقيق أيضا تحدثت عن أن خروج هؤلاء السجناء يشكل تحديا أمنيا جديدا في ظل هذه الظروف كيف تعلق على هذا البيان؟ هو وضح بشكل جلي في الأيام الفاتت أن الإعلام العسكري أو الإعلام الحربي للغوات المسلحة فيه مشكلة واضحة وفيه تضارب يعني نفت الغوات المسلحة أصدرت بيان قبل 48 ساعة بتتحدث عن أن الحالة حصلت في السجون حملت الدعم السريع أنه هو اجتاح السجون وحرر فتح الأبواب للمجرمين وغيره واتكلمت عن أنه حتى غيادات النظام البائد هم موجودين وتم التحفز عليهم في مكان آمن البيان صدر من الجيش وصدر من الشرطة في المكتب الصحف للشرطة لكن الكلام تذكروا أحمد هارون واليوم يتكلم عن أنه هم خرجوا من قبل الجهات المسؤولة عن التأمين داخل السجن وذهبوا ليحموا نفسهم بنفسهم وبعد ذاك هو ما لحد هنا سكت هو تحدث عن تحشيد دعا لإستمرار الحرب استنفر مجموعاته وأننا هنا بلنخذ في نقطة محددة من هي المجموعات التي تحدث عننا أحمد هارون أحمد هارون هو غائد قبل ما يكون هو مسؤول سياسي هو غائد حربي ارتكب الفظائع في جنوب دارفور كان يغود غوات انتهى الدول لأنه هو مطلوب بجرائم للتطهير العرقي وجرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور عشان كده أنا أقول لك أننا على مغرب تماما وتعتقد أنه ما زال يملك القدرة على التحشيد وما زال هناك من يدين له بالولاء حتى الآن بالطبع بالطبع الأيدولوجيا تغلب يعني الأيدولوجيا لا تتخلى يعني عن الأحد يعني يعني نشير أيضا إلى تصريحات للجيش السوداني قال فيها أنه تم إجبار شرطة السجون على إطلاق صراحة النزلاء بعد قتل وجرح بعض منصوب الشرطة وأيضا بعد انقطاع الماء والكهرباء والإمدالات بشكل كامل عن السجن ترجمة نانسي قنقر